طي هذه دياء الأولى الساكنة يي هذه الثانية المكسورة بالأخص الدال الساكنة من المشددة البعض يقول وبصدهم فيقولون وأخذه مرربا وطبعا هذا خطأ ليست بالباطل ولكن بالبا بالباطل لا نقول لكن الر تخيلوا التلاواتكم ازاي إذن لا يفضل أن نبدأ بها أبدا لأن البدء بماء الموصولة يعطي معنا ماء النافية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا بكم نستكمل معا تصحيح التلاوة لصورة النساء فبسم الله نبدأ الآية تبدأ بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا فبظلم نفخم الظا لكن نرقق اللام واللام هنا لام ساكنة في اسم دائما مظهرة فبظلم وليست فبظلم ليست ظل ولكن ظل ظل نفخم الظا ونعود للترقيق مع اللام الساكنة المظهرة فبظلم التنوين يليه ميم كما مر معنا إضغام كامل بغنة فبظلم من الذين هادوا حرمنا الرأى مشددة بالفتح مفخمة كالرأى المفتوحة تماما والميم ساكنة مظهرة إظهار الشفوي أتت في وسط الكلمة ننتبه هنا لترقيق الحاء لا تفخم مع الرأى ليست حر حرمنا ولكن حاء حر حرمنا حرمنا إذن نقرأ فبظلم من الذين هادوا هادوا حرمنا عليهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم نفس الأحكام السابقة ولكن هنا ننتبه لكلمة طيبات أطأ من حرف التفخيم الياء مشددة بالكسر يعني فيها نبر وطبعا هي مرققة والباء والتاء كذلك إذن لا نقول طيبات ولكن طيبا طيبات طيبات أولا طبعا نتم الياء المشددة طي 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 هذه الياء الأولى الساكنة ي هذه الثانية المكسورة طيبات طيبات التنوين سيظهر كما قلنا لأن الحرف التالي همزة كلمة أحلت التأساكنة سكونا لازما إذن وصلا أو وقفا فيها الهمس أحلت أحلت حرمنا عليهم طيبات أحلت أحلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبصدهم الصاد هي الحرف المفخم أما الدال مرققة لا تفخم مع الصاد فتبدو كالضاد بالأخص الدال الساكنة من المشددة البعض يقول وبصدهم هي ليست من حروف التفخيم نفخم الصاد ثم نعود إلى الترقيق مع الدال وبصد وبصد وبصدهم عن سبيل تخفى النور لأن الحرف التالي سين عن سبيل عن سبيل الله ترقق لام اسم الجلالة لأنها سبقت بكسر سبيل الله كثيرا الرأي المفتوحة تفخم وقفا تنوين النصب مد عوض ننتبه للثاء لا تبدل بسين ليست كثيرا وكأنها من التكسير ولكن كثيرا من الكثرة كثيرا وَبِصَدِّهِمْ طيب الميم ميم جمع أصلا هي ساكنة ولكن هنا حركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين مين هم الساكنين؟ ميم الجمع والرأي الساكنة من المشددة فتحرك ميم الجمع بالضم للتخلص من التقاء الساكنين وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى طيب كلمة الربى الرأى مشددة بالكسر ترقق تماما كالرأى المكسورة ولا تقسم إلى رأين البعض يقول الرأى الساكنة مسبوقة بالضم إذن هي مفخمة والمكسورة مرققة فيقسمون الرأى المشددة إلى رأين وإلى حكمين فيقولون وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وطبعا هذا خطأ لأن الحرف المضغم له حكم المضغم فيه الرأى الساكنة أضغمت في المكسورة المكسورة مرققة إذن الساكنة كذلك سترقق ونفس الكلام مع الرأى المشددة بالفتح أو الضم كذلك لها حكم واحد المشددة بالفتح كالمفتوحة تفخم والمشددة بالضم كالمضمومة تفخم ولا تقسم إلى رأين أبدا إذن نقرأ من الميم المضمومة إلى الرأى المشددة برأيها بالترقيق فنقول وَأَخْذِهِ مُرِّي وَأَخْذِهِ مُرِّبَى وَأَخْذِهِ مُرِّبَى طيب هذه الواو عليها ألف قلنا هذا إبدال يعني الواو لن تقرأ المقرؤ هو الألف له مقدار المد الطبيعي هنا وصلا أو وقفا لأنه آخر حرف مقرؤ في الكلمة ولم يأتي بعده عارض من همز أو سكون إذن وصلا أو وقفا هذا الألف له المد الطبيعي بمقدار حركتين لو وقفنا الربا ولو وصلنا الربا وقد وكما قلنا هذا إبدال يعني إبدال الألف واو رسما فقط هذه الواو لا تقرأ أبدا لا أثر لها في التلاوة وَأَخْذِهِ مُرِّبَى وَقَدْ ألقى في حرف مفخم ودل ساكنة قلقل وَقَدْ وَقَدْ نُهُ انتبهوا الضم النون نُهُ وليست نهُ النون ليست مفتوحة ولكن نُهُ يعني هم الذين أمروا بعدم أخذ الربا نُهُ عن الربا وَقَدْ نُهُ وَقَدْ نُهُ عنه النون ساكنة مظهر إظهار حلقي لأن الحرف التالي هاء إذن نقرأ وَأَخْذِهِمُ الْرِّبَى وَقَدْ نُهُ عنه وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ هنا الميم الساكنة مظهر إظهار شفوي والنون مشددة فيها الغنى دائما وأبدا بمقدار حركتين والطاء من حروف التفخيم هنا ننتبه لهمس الكاف الساكنة وَأَكْلِهِمْ وَأَكْلِهِمْ وَأَكْ وَأَكْ أولا ينغلق المخرج هذه شدة ينحبس الصوت ثم يفتح المخرج مع انطلاق النفس هذا هو الهمس فنقول وَأَكْ هذه شدة المخرج انغلق فانحبس الصوت ثم يفتح المخرج فينطلق النفس هذا هو الهمس وَأَكْ 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 إذن الشدة والهمس مع الكاف الساكنة وكذلك مع التاء الساكنة أولا الشدة هذه أول خطوة يليها الهمس هذه الخطوة الثانية وَأَكْ 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 لِهِمْ وَأَكْ لِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ الغنة بمقدار حركتين بِالْبَاطِلْ الطاء فقط هي الحرف المفخم البعض للأسف يفخم الباء ومعها الألف وطبعا هذا خطأ لأنها مرققة لا تفخم مع الطاء ليست بالباطل ولكن بالباء بالباطل بالباطل وَأَكْ لِهِمْ وَأَكْ لِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعْتَدْنَا ننتبه أولا لتوسط العين الساكنة وَأَعْ وَأَعْتَدْ تَدْ الدال من حروف القلقلة أتت ساكنة إذن تقلقل وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ الرأي المكسورة كما قلنا مرققة منهم عذابة النون والميم هنا ستظهر عذابا أليمة تنوين يلي همزة تظهر نون التنوين الساكنة وإن وقفنا على تنوين النصب نقف بألف المقطع سهل إذن نقرأ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابا أَلِيمًا لَكِنِ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ كلمة لكن اللام فيها مفتوحة وهذا التشديد أتى عند الوصل أما لو بدأنا هي لام مفتوحة لكن وأصلا النون فيها ساكنة مبنية على السكون ولكن هنا حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين هي الساكن الأول وتلتقي عند الوصل بالرأة الساكنة من المشددة فتحرك النون بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين لَكِنِ الْرَا هنا ننتبه الرأة هنا مشددة بالفتح كما قلنا لها حكم واحد ولا ننظر لحركة الحرف السابق لا نقول الرأة الساكنة مسبوقة بكسر إذن مرققة والمفتوحة مفخمة لا نقول لَكِنِ الْرَا تخيلوا التلاوة تكون إزاي كما قلنا هذا خطأ الحرف المدغم يأخذ حكم المدغم فيه تفخيما وترقيقا إذن رأة مشددة بالفتح مفخمة كالرأة المفتوحة تماما يعني نطلع من كسر النون على الرأة المفخمة برأيها لَكِنِ الْرَا لَكِنِ الْرَا لَكِنِ الْرَا سيخون كسر يليه ضم مع تفخيم الخاء أَرَّا سيخو سيخو أَرَّا سيخون في العلم كذلك عند الوصل هنا التقاء ساكنين الأول هو الياء والثاني هو اللام القمرية فتحذف الياء عند الوصل للتخلص من التقاء الساكنين ونقرأ من الفاء المكسورة إلى اللام القمرية الساكنة في العلم اللام في كلمة علمي هي أصلية من الكلمة وهي اسم إذن هي لام اسم دائما وأبدا مظهرة لا تضغم أبدا في العلمي زمنهم توسط كنون والميم تماما لأنهم جميعا من حروف لنعمر في العلمي منهم طبعا هنا الميم مكسورة متكررة إظهار متماثلين كبير نتم كسر كل ميم في العلم ميمي في العلم منهم في العلم منهم لكن الراسخون في العلم منهم وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ الكلمات هنا متكررة وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ أهم شيء الهامزة الساكنة لا تقلقل وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ لابد من قطع الصوت الهامزة الساكنة لا صوت فيها ولا نفس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ نفس الموضع متكرر الألف مد منفصل يليها هامزة في الكلمة التالية يمد حركتين بشروط في قصر المنفصل من طريق طيبة النشر أو أربع أو خمس حركات في الطيبة والشاطبية والنون تخفى لأن الحرف التالي زي بِمَا أُنْزِل بِمَا أُنْزِل ونفس الكلام في هذا الموضع وَمَا أُنْزِل وَمَا أُنْزِل ننتبه هنا لضم الهمزة ثم العودة لوضع السكون مع النون المخفى أُنْزِل وليست أُنْزِل لا تبقى الشفتان على هيئة الضم خلاص ضمينا الهمزة نرجع للسكون مع النون أُنْزِل وَمَا أُنْزِل وَمَا أُنْزِل من قبلك وطبعا هنا ما هي ماء الموصولة بمعنى الذي وليست ماء النافية إذن لا يفضل أن نبدأ بها أبدا لأن البدء بماء الموصولة يعطي معنى ماء النافية فلو بدأنا هنا وقلنا وما أنزل من قبلك هذا نفي والأفضل أن نأتي من الفعل يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون أولا نفخم ألقاف والصاد أما الحروف الأخرى مستفلة مرققة لا تفخم ثانيا هذا الألف رسم على الواو كما قلنا هذا إبدال يعني إبدال الألف واوا رسما فقط أما هذه الواو لا أثر لها في التلاوة يعني لا تقرأ الصلاة الزكاة المقرؤ هو الألف إن وصلنا التلاوة هذا الألف ما الطبيعي مقدار حركتين وإن وقفنا على أي كلمة هو مد عارض للسكون ونقف على التاء المربوطة في هذه الحالة بالهاء الساكنة الصلاة الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون والمؤمنون بالله واليوم الآخر كما مر معنا ترقق لامسم الجلالة لأنها سبقت بكسر بالله واليوم الآخر الألف مسبوك بهمزة مفتوحة إذن هذا الألف مد بدل يمد حركتين ويلحق بالطبيعي طبعا هذا لحفص الألف ما الطبيعي والخاء حرف مفخم لكن أرأ هنا مكسورة وهي متطرفة يعني آخر حرف في الكلمة إذن عند الوصل هي مرقاقة لأنها مكسورة الآخر ولو وقفنا تكون ساكنة مسبقة بكسر يعني أيضا عند الوقف مرققة الآخر الآخر إذن نقرأ والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك سنؤتيهم أجر عظيما كما قلنا سابقا الواو في كلمة أولئك لا تقرأ وعليها دائرة مستديرة تعني أن الحرف لا يقرأ فلا نقول أولئك ولكن أولى من الهمزة إلى اللام أولائك الألف يلي همزة في نفس الكلمة هو مد متصل سنؤتيهم ننتبه للهمزة الساكنة لا تقلقل سنؤ سنؤ وليست سنؤ لابد أن ينحبس الصوت والنفس مع الهمزة الساكنة كي لا تقلقل وذلك بغلق الحبلين الصوتيين تماما حتى نصل للحرف التالي وهو التاء سنؤ تي هم سنؤ تي هم أجرا الجيم من حروف القلقلة وتوفر الشرط وهو السكون أج أج أجرا أجرا الرأم مفتوحة مفخمة وتنوين بالنصب عند الوصل يليها عين يعني إظهار حلقي أجرا ع أجرا عظيما الضاء من حروف التفخيم والإطباق وهذا التنوين كذلك عند الوصل إظهار حلقي يليها مزة عظيما إن لكن لو وقفنا على رأس الآية نقف على تنوين النصب بألف عوضا عن نون التنوين الساكنة أجرا عظيما إذا نقرأ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بهذا نكون انتهينا من تصحيح اليوم المرة القادمة إن شاء الله نكمل فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر